نعم دكتور ذروة هذا الاستيطان والاستهداف لمدينة الخليل وما حدث في عام 1994 لو حدثتنا عن هذا الموضوع طبعا نقطة تعتبر من مفصل نقطة مفصلية في تاريخ الخليل وهي ما يتعلق عندما دخل شخص اسمه جولدشتاين الى منطقة القدس وقام بعملية بعد صلاة الفجر واطلق النار على المصلين وقتل مجموعة كبيرة من المصلين ايضا وكان يساعده المستوطنون طبعا بلا شك لانه هم اتهموه لوحده لكن الحقيقة هو لم يكن لوحده بل كان هناك من يمده بالسلاح من خلفه وبالتالي كانت هناك مجزرة ونتيجة طبعا هذه المجزرة والاتفاقات والمذبحة شكلت لجنة تقص الحقائق كما يقال وكانت النتيجة هي تقسيم المسجد الابراهيمي زمانيا ومكانيا طبعا وهذه تعتبر طبعا سابقة وهي اكبر سابقة خطيرة في عندنا كشعب فلسطيني من سلطات الاحتلال التي قامت بتطبيقها على المسجد القدسي طبعا المسجد الابراهيمي وهم يحاولون طبعا تطبيق ذلك ايضا على المسجد الاقصى المبارك ولا يستطيعون طبعا بس للتذكير هو هذا الارهابي اسمه باروخ كولدشتاين اقدم على ارتكاب المذبحة طبعا وقتل حوالي ستين شهيدا وحتى ارتقى في الضفة الغربية وفي غزة وكل الاماكن ارتقى اكثر من ستين شهيد نعم في الضفة وقطاع غزة طبعا بناء على المواجهات التي تمت وبالتالي هنا نريد ان نقول ان في عام 94 هو عام المذبحة الاسرائيلية الخطيرة جدا التي اقيمت في الخليل وعلى اثرها قسم المسجد الابراهيمي بشقاه كيف قسم دكتور واصبح مكان لليهود ومكان للفلسطينيين وبالتالي بعد ذلك لما قسم فاخذت الحكومة الاسرائيلية السيادة على المسجد الابراهيمي من الشعب الفلسطيني وطبعا كانت انا اعتقد انها اكبر خطأ ارتكبه المفاوض الفلسطيني طبعا بلا شك يعني كبير وبدأت ممارسات الاحتلال بعد ذلك من تفتيش المصلين الدائم تركيب البوابات الالكترونية او ما يسمى عندنا الشعب الفلسطيني يسموها المعاطة اللي هي شكلها حديد وتستدير والناس يدخلون فيها وتمت السيطرة على المسجد واخذت تقريبا الآن 80% من المسجد واستباحة المسجد ايضا باعداد كبيرة جدا من اليهود والدخول من ذلك التاريخ الى اليوم طبعا وهذه طبعا وايضا من القضايا الخطيرة ان المسجد قد تحول الى ثكنة عسكرية صهيونية وبدأوا يدخلوا الى المسجد من الداخل وسيطرتهم التامة بالاضافة الى السماح للمستوطنين بالدخول والاقتحامات للصلاة في المسجد الابراهيم وبالتالي استباحوا المسجد تماما واصبح جزء كبير من المسجد في ايدي اليهود وكما ان هناك سيطرة على القبور الموجودة في داخل المسجد الاقصى المبارك من اليهود نعم 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 نعم